ترجمة نانسي قنقر 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 مع الإعلامية أفرورة عيسى إلى دحية كتير كبيرة كتير لقطات كانت حلوة مرة كنا في مرصد فأحد الضباط عم يعطي هدف عن طريق الجهاز اللاسلكي فهو قبل ما يخلص كلامه عم يأشر بالجهاز فبتنزل قذيفة بنفس المكان عم يحكيه فقدرت أخذ حركة إيدو مع وقوة القذيفة فكانت لقطة كتير حلوة هاي عم طريق الإعلام الحربي يعني مثل ما قلت دائما فيه شغلات يعني ضمن العمل بترجي هيك مفاجأة يمكن تكون عم تاخد صورة تقلب دورة تانية خلينا نحكي عن الفكرة يلي بدأت معك جواتك بعالم التصوير يعني فيه فكرة معينة كانت جواتك وطلعت لبرة شو كانت الفكرة الفكرة مثل ما قلت لك توصل الشي الحلو للناس أيام تكوني ماشي كل يوم تمرئي بالطريق ما بتلاحظي شي حلو تلايا روتيني شي عادي فأنا دردت شوف الشي الحلو بهذا الطريق بهذا المعلوم بهية المدرسة بهذا الجامع بهية الكنيسة دائما فيه شي حلو لازم نطلع عليه ما نطلع عشي السيء نشوف الحلو بعيننا بس إذا أنا شفته شو بدي قولنا شفت شي حلو لازم ورسق لهم هذا شي لازم ورج accents كيف هو حلو انو لا عدوا طلعوا عشي السيء طلعوا عشي الحلو بعدستي أو بيعدسة أي فوتوغرافر تاني أكيد أكيد وسالي دايماً الصورة هي وثيقة مثل ما قال جوني ببداية حديثه هي وثيقة بتبقى للزمان يعني ممكن نحن لهلأ وقاته بنطلع بنشوف صور للشام الأديمة من خلال الصور بيستهويكي تروحي على معرض معين لأنه هو بيمتلك صور كتير عاشت بالذاكرة لكن هلأ بالوقت الحالي نحن عايشين فيه صار في معارض فينا نقول بييد كل شخص فينا من خلال السوشال ميديا اللي صار الناس كتير ناشطين عليها حتى مصورين الفوتوغراف صاروا بيحبوا أنه يكون لون صفحات خاصة شو رأيك؟ وين أنت من عالم السوشال ميديا؟ كيف استخدمتهم؟ السوشال ميديا ما حدا فينا في ينكر أنه صار مجال تسويقي كتير كبير لأي شركة لأي موانشاء أي عمل هادف صار يتبع السوشال ميديا حتماً أنا عندي بيج باسمي بينشر علي عمالي وفي كتير صفحات بصراحة صفحات كبيرة بسوريا عم تاخد الصور من عندي عم تنزل بفراد أنا عسيت يعني حاسس أن الناس حابة شغلي حابة عمالي ولسيرة الشام القديمة وهذه القصاص أنا أول ما جيت عالشام فأنا الشام القديمة كتير بحبها فنزلت عالشام القديمة شفت شوية محلات أنتيكة وهذه القصاص صورتهم ونزلت الصور شفت أنه كتير الناس حبيت الصور طيما أنت كل يوم عم تشوفوا ليه ما حدا منكم صورها؟ هذا أكبر دليل أنه يمكن عينك بتلقوا تفاصيل بطريقة معينة أكبر دليل تمام أنه الناس بس بدا حدا يورجيها الفكرة الحلوية يورجيها عرابة جمال تمام يعني جوني هي العين مثل مقلت بتوصل رسالة بتوصل فكرة خلينا نحكي أكثر عن تجاربك بمجال التصوير غير المجال الحربي يلي أنت واكبته في مجالات تانية ممكن تصور مثل مقلت شباك طلع منه عرق الياسمين هذا الأخضر يعني حكي لنا عن تجاربك شو أكثر شي حبيته؟ شو أكثر شي عينك بتنجزب له؟ هلا أنا بصراحة بحب أكثر شي تصوير اللاندسكيب بيسموه اللي هو تصوير الطبيعة تمام أو سيتيسكيب اللي هو تصوير الشوارع المدن هذا أكثر لون بيهويني يعني وبلشت بهذا الموضوع أنا طلعت لحلب صورت دمارة وصورت جمالة لحلب حلو طلعت لمشقيتها لصعفيتها كلهم كنت أطلعون خاص نص منشان صوير طرطوس اللادئية وآخر فترة استقريتهم بالشام يعني كنت أحمل كاميرتاك وتطلع قصوصي لتوسق هذول أطلع بس منشان صوير أخذت كتير صور مكان مهمول جمالة للأسف يعني كل كاميراتنا كل قصنا بتوسق بس دمشق القديمة هاي الأصاص يعني في كتير مناطق مهمول جمالة صعفيتها جنة مشقيتها طرطوس لادئية ضيعون ريفون محردة مثلا كوننا شي كتير بيعني الكتير بيأزني فيها شي مرعب جمال وشي كتير حلو أنت من محردة طبعا مدينتي اللي بيعتز فيها كتير تحية لكل أهل أكي تحية لكل أهل المحردة ولكل حدا بيتابعنا وين ما كان داخل سوريا أو خارجها خلينا حكي شوي جوني اليوم مثل ما حكينا بداية اللقاء في مسؤولية كتير كبيرة على كل شخص فينا بأي مكان هو موجود فيه لأنه بيقدر يقدم شي ورسالة اليوم قدي بتشوف هاي الصور ممكن فعلا ليوم من الأيام تعتبر وثيقة الناس ترجع لها تشوف يمكن متما قلت مناظر طبيعية مخفلة ما حدا صورها ما حدا صلت الضوء عليها أو تشوف حتى معارك حربية ضروري كانت تتوسق وينشاف للجيل القادم سلمة التصوير مثله مثل الإعلام مثل ما في إعلامنا مثلا كيف ورجانا شو فيه بالبلاد مثل ما الإعلام المغرد ورجانا شو فيه بالبلاد فالصور نفس يعني نفسه تماما بس بدل مفيديو هي فوتو فبتورجينا يعني مثل ما قلت لك شي بلدنا كتير حلو حرام ما يتوسق حرام كتير مناطق سياحية رائعة مناطق خرج مشاريع حلوة خرج ناس تطلع سياح عليها خرج تشوفها هيك شي يعني لازم كله نوسقه لازم أنا بدأي كل شخص يحمل كاميرا أكيد بس تكون عينه حلوة مثل عينك أكيد جوني شكرا خلينا نحكي عن الصور أنت حكيت هلأ عن الإعلام يلي أحيانا بيتبع الصور كأداة أو وسيلة طبعا تشويها الصور شفنا كتير عزبار صفحات الفيسبوك سلمة بتتذكري صفحات مشوهة صفحات أما تحط صور أنه هيدا الصور هي بسوريا وهي صور لأطفال خارج سوريا شو رأيك باللعب على الصور غلط كبير أنا من الناس يعني أول شي أنا بعيد شوي عن برامج التعديل وهاي الأصاص أنا بحب الصورة متل ما أاخدها متل وصلها هاي واحد اتنين متل ما قلتي سالي كتير ناس تحاول تبشع المشهد تحور المشهد تماما يعني أنت كتعم تتقولي أنا بحب ورجي الشي الحلو طبعا بس وقت الإنسان بده يشوه الشي فهو عم يورجي الشي البشع يعني قديش بتفرق يعني هالمعادلة كيف تفرق مو دائما أنا صورت الدمار بحلب وقت نزلت الصور كل أهل كتب كل أهل حلب كتبوا رح نعمرها إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله فأيام من جوه الأهل بيطلع شي حلو أكيد ممكن أنت توصلي فكرة صمود أكيد فكرة أمال أكيد يعني جوني اليوم شاركتنا هاي الرسالة اللي دائما بنقول أنه هي موجودة عند كل سوري أنه مهما كانت المحنة كبيرة دائما في أمل المولود دائما في رسالة بختام حديثنا شو تحب توجه الرسالة لكل شاب يمكن اليوم بيقدر هيك من خلال موهبته يقدم شي لبلده أنا بوجه رسالة لأي حدا طلع الشي الحلو بيها البلد هاي البلد لسه فيها كتير إشي حلوة كتير تستاهل يطلعوا براتا يرجعوا لهم لأن فيها كتير إشي حلوة لازم تتوسق لازم الناس تشوفها ومو دائما الكاميرا مو شرط الكاميرا هي أداة مو أكتر العين هي كل شي بس نحنا نشوف بحياتنا الشي الحلو معد أمورنا كلها مليحة أكيد أكيد شكرا جوني بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم شكرا موفق بجميع خطواتك وإن شاء الله يا رب نلتقى فيك بأهم إيفنتات وفعاليات شكرا 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 إلك جوني تسلامي لي سلمة شكرا كتير